السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشاكوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعاليق زوينة اللي كتحطوا لي بسم الله انا عندي هنا ياوحل الاناء اللي غدي ندير فيها ربعات الكووس ديال الدقيق عندي هنا يدقيق الأبيض اللي كيكون من النوعية جيدة وغدي نضيف عليه الخميرة حسب الجو قد ندير هنا وحد المعلقة وكندير الملح حسب الضوك وكندير راس المعلقة ديال سكوة سانيدة او كنديرو العسل وهنا كندير وحد نصف معلقة ديال سودانية واربع كاس ديال زبدة مدوبة وحد المعلقة كبيرة ديال زبدة اللي دوبتها صافي وكنعجين بالمدافي كنجمعوه بحلاكة باللمح تولي العجينة عندنا بجموعة ما تكونش قاصحة وما تكونش هكا مطلقة بالسك بالسيف صافي كنجمع العجينة هكا بالتدريج كنخويل الماء بالتدريج شوية شوية هنا رززت معايا 150 مليل لتر ديال الماء صافي هنا غادي نجمع العجينة وغادي نحطها في قطاولة لعمل بيشด spiral balls نضيفها قليلا وضع 3-4 دقيقة حتى تخلط العناصر نضيفها قليلا نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيفها قليلا نضيف مềềمة نضيفها يجب أن نقوم بعمل هذه الحشوة كافية يجب أن نقوم بعمل هذه الحشوة أو الحمد الأحمر يجب أن نقوم بعمل كما تريد أن نقوم بعملها بعد أن نقوم بعمل هذه الحشوة قطعت شرائح قليلاً نقوم بعمل مقلب نقوم بعمل زيت البلدية أو زيت الزيتون أو زيت نباتية حسب المتوفرة نقوم بعمل ملحة قوم بعمل فلفل أسود أو لبزار قوم بعمل سكينجبير عفوا النات حميرة او البابريكا وكنديرو حد المعلقة دي الخردل كندير شوية دي الساطر صافيو غدين خلطهم وكنحطة علاجين بحتى كيتشرب مزيان هاد العمليين قدروها نديروها في اللول هي اللولة وكنخليوها علاجين بحلقة حتى كيتشرب لنا دجاج هاد تسبيلة صافي هناك حتى يتشحر على عفية مهيلة وهنا يدرس وحد الحباد يلوصلها غادي بحلقة كننستفدو من هاد الهاشوار لانك تنفعنا فاد رمضان تيكون النشقة هكا وهكا يعني هادي را عملية بحلقة اللي ما عندهاش وبغت تشريها ما تخافش منها تاخدها لانها را را عملية وكتنفعنا بحلقة ضغية كتوجد لنا بحلقة الخضار حاجة البنات هي اللي ما اتتحنوهاش فيها أنا غادي ندر فيها هنا ياخذوا حاجة إلا الحم الحمر ما اتتحنوش فيها الحم الحمر را كي هلكها يعني بغيتوا اتتحنوه فيها كارها كتبقى عندكم كتدي لكم واحد المدة طويلة أما لديتوا فيها الحم الحمر فتلي أنا كانت عندي وحدة أخرى ودرت فيها الحم الحمر صافي وخصرات خصر لي الموتور بحل هكا الخضار هذيرا عندي دبشيت السنين ما شاء الله كان خدم بيها انتم مشحتوا كيفاش كتقطع الخضراء كيفاش كتهرمشها وكبلا ما تبقيت حقيها كف الحكاكة اضعنا للمشاكل صافي هل القرعة احتها هي درجو جوج حبات ديو القرعة وجوج حبات ديو خيزه واحد الحبة كبيرة دي البصلة كبيرة شوية صافي كندل زيت البلدية او زيت سيتون غادي انتبل كندير شوية ديو الملحة حسب الطوق فلفل اسود او لبزار الكوركم او الخرقوم البلدي سكين جبير وكندير هنا رسل مع القد ديو التومة بودرة وكندير البابريكا او تحميرة كندير شوية ديو الزيتون هاد الزيتون البنات ربعا ما كنجيبوها كنديرو في المطيب يعني كنغسلوها كف المطيب مزيان كنغليها كف المطيب وكنخلي حتى كينشف وكندهنو بزيت رقيب قمعايا حتى شهر كيبقفت اللاجة ما تيخسر موالو كنديرو حد شوية ديو الهريسة صافيو غادي نخلط هنا بعد ما طابلنا هكا الجيش خلينا كيتشحر على أفيمهيلة حتى كينشف تماما لأنه في اللول كيطلق الماء ولكن دبراهنشف صافيو غادي نحط المقلة ونخليها حتى هي كتشحر بعد ما كتبدأ تشحر هكا تقلل الخضرة ما كتبقاش هكا كتيرة كنخلطوها مزيان هي كتشحر وحنا كنخلطو هكا حتى كتنشف لنا الخضيرة بحل هكا وكتطيب كتنزل صافيو غادي نشفات صافيو غادي نحط على جن بتبرد جبت هنا ثلاثة الحبات ديول ببيض غادي نضيف عليه محجز مع القصوار ديال الحليب صافيو كنخلطوهم زيان كنحطوهم على جن كنوجدو هكا كنحطوهم صافي هنا جبت العجينة ديالنة بعد ما تضعف الحجم ديالها ثم اشفتو معايا غادي نحطها فوق طاولة العمل صافيو غادي نجمع العجينة ونحيد من هذيك الهواء اللي فيها صافي دبا غادي نقسمها غادي ندير كويرة كبيرة وكويرة صغيرة غادي ندير وحدة كبيرة هنتو ما شفتو معايا وكندير وحدة صغيرة صغيرة كنحطة على جن والكبيرة هي اللي غادي نخدم بها اللولة فانها غادي نضيف شوية ديالتقيق صافيو كندير المدلك باش كنصرحها كنصرحها مزيان حتى كترقاق لانا صرحوها البنات باش ما تجيش غليضة يلي جات غليضة هاد اللي بقطرة ما كتجيش سوينة ضروري تصرحوها رقيقة نزيد ما زال نصرحها صافيو هنا يا غادي نجيب الصينية اللي قد دخل الفران أنا عندي هات الصينية 28 ديال 28 سنتيم صافيو كنصرح فيها هكا العجينة العجينة دي نرى قابطة في راسها ولكن نرى هي يرطبها وكن بدن نضغط الوسط والجوانب حل هكا كنضغط عليها الوسط والجوانب كنحيي لها الزائد صافيو كنجمعوها هكا في الجنب وكن بدن نضغط عليها وكنقرس كنعمر دوك الجوانب حلا كدوك صافيو غادي نسرح الاخرى كندهن هكا بالضقيق وكن دياله هنايا بحل هكا فوقها القراضة دي للعود باش كسب قلينا هكا الفوق ديالها قد نقلبوها بيها بعد ما كنصرحها صافيو كنحطها لجن وكن نرجع بحل هكا القالب اللي درنا سوف نضيف هنا الحشوة بعد ما بردات مزيان لا تضيف سخونة لبنات حتى تبرد سوف نضيف شوية من الفوق ونضيف هنا البيض نوزعه نضيف الجبن دي الموزاريلا نضيف وحال الكمية لبأسة بها ونسرح نقلب هذه اللابات ونسرحها بحال هكا نزيد نقاد ونسد هكا الجوانب ضروري نسده الجوانب هكا بصبعنا نضيف كله اللي كان بحال هكا في القالب نضيفه بصبع بحال هكا نضغطه عليه باش ما تحلش ونضيف واحد الكيردو بحال هكا وحال العود نضيفه نضيفه بحال هكا 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 وما تنسوش إلا أعجبكم فيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما إن شاء الله تتوصلوا الجديد ولكن ملتوا الفيديو ما تنسوش ليه لايك اللي يجازيكم بخير بعدما كتفرجوا في الفيديو دينوا واحد لايك اللي يجازيكم بخير وغادي نقول لكم الصحة والراحة وجربوها واردوا عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته